موسيقى مشاهدين الكرام دائما ما نبدأ صباحنا بالتفائل والسعادة والطاقة الإيجابية التي تنعكس علينا وعلى من يشاهدنا اليوم حلقتنا ستكون مميزة بضيوفنا المختلفين وفقراتنا الثرية بكل ما يهم المشاهد ومن هنا نبدأ بأهم عنوين حلقتنا لليوم موسيقى دائرة الثقافة في المنطقة الشرقية تنظم برامج ثقافية موسيقى حصن خرطكان شاهد تاريخي على المنطقة التصوير هو يتعشق الحرية موسيقى إذن مشاهدين بعد ما تعرفنا على عنوين حلقتنا اليوم دائما ما نستهل حلقتنا بمعرفة آخر الأخبار المحلية المتعلقة بإمارة الشرقة وجولة سريعة في الصحافة اليومية وخبرنا الأول من صحيفة الخليج سلطان يهنأ خادم الحرمين باليوم الوطني الواحد والتسعين للسعودية بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الواحد والتسعين للمملكة كما بعث صاحب السمو حاكم الشارقة برقية تهنئة مماثلة إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة وبعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبد الله بن سالب بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة برقية تهنئة مماثلة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان آل سعود بمناسبة اليوم الوطني الواحد والتسعين إذن مشاهدين نبارك للقيادة والشعب السعودي مناسبة يومهم الوطني وأدام الله عز المملكة العربية السعودية وحفظ شعبها وهذه المملكة الشقيقة نقدر نقول وأيضا الحبيبة وخبرنا الثاني أيضا من صحيفة الخليج سلطان بن أحمد يفتتح ملتقى الشارقة الدولي للراوي افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة صباح أمس الأربعاء فعاليات النسخة الواحد والعشرين من ملتقى الشارقة الدولي للراوي الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث تحت شعار قصص الحيوان وذلك في مركز اكسبو الشارقة وجال سموه في مختلف أرجاء الملتقى الذي يستمر حتى ثلاثين الجاري بمشاركة أكثر من ثمانية وثلاثين دولة من مختلف أنحاء العالم واطلع سموه على المشهد الإبداعي للكنوز البشرية الحية واستمع أيضا إلى شروح حول الملتقى وأهميته ومسيرته على مدار واحد وعشرين عاما وما حققه من أجل استمرار ترسيخ وتعزيز دور ومكانة الراوي في المتشمع والتقسموه بالضيوف والمشاركين وتبادل معهم أطراف الحديث عن الراوي ومكانته وأهمية الاستمرار في نهج الحفاظ على الرواك كنوز بشرية حية تحمل على كاهلها وروحها كل القصص والحكايات والأحلام والآمال التي تشكل زادا معرفيا وفقريا وثقافيا ملهما تحتاج إليه البشرية جمعاء في كل مكان وزمان وانتقال مشاهدين إلى الخبر الأخير أيضا من نفس الصحيفة ناشئة الشارقة تختتم مهندس المستقبل اختتمت ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين فعاليات برامج مهندس المستقبل المركبات ذاتية القيادة ضمن جهودها الرامية إلى تأهيل منتسبيها في الأعمار من 13 إلى 18 عاما وإكسابهم المهارات اللازمة لإنتاج مشاريعهم الخاصة باستخدام شرائح الرازبيري باي وبرمجتها وأيضا تعرف المشاركون خلال البرنامج الذي قدمه مهندس الحاسوب طارق زعتر من شركة فن روبوتكس عبر تقنيات الاتصال المرئي إلى قطع الرازبيري باي للإلكترونية وكيفية برمجتها بواسطة لغة بايثون كما تعرفوا إلى أنواع المحركات الكهربائية وطرق تركيبها وبرمجتها للاستخدام في تصميم وبناء مركبة ذاتية القيادة طيب مشاهدينا هذه كانت جولة سريعة للأخبار المحلية الموجودة في الصحف اليومية الآن ننتقل لنتعرف على درجات الحرارة وحالة التقصلة لليوم في المنطقة الشرقية وباقي مدينة أمارات دولتنا الحبيبة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صبحت الله بالنور حياة الله يا مرحبا بك الله رحبت على فضله هذه الفقرة دائمة في برنامج صباح الشرقية وبالتحديد يوم الخميس لمعرفتنا ونزود السادة المشاهدين بدرجات الحرارة وحالة التقصلة خاصة في المنطقة الشرقية وفي نهاية الأسبوع إن شاء الله حاضرين بالنسبة للطقس إجازة نهاية الأسبوع بذن الله تعالى الصحب بوجهنا عام بعض الطهر في احتمال تكون السحب الركامية على المناطق الشرقية السلاسل الجبلية والمناطق المحيطة مثل المدام ومليحة امتدادها إلى وادي الحلو في هالمحيط يعني متوقع اليوم واليومين القادمين نعم بإذن الله هل هناك كم التوقعات سقوط الأمطار خاصة في المنطقة الشرقية أستاذ جميع؟ متوقع مثل ما ذكرت سابقاً التي هي على السلاسل الجبلية نعم يعني من وادي الحلو باتجاه الغرب جميل وبعلى الساحل نعم نعم باتجاه الغرب إلى مدام ومليحة المناطق هذه أيضاً متوقع فيها خلال فترة المساء نعم يعني فترة العصر إلى المغرب خلال اليومين القادمين نعم خاصة يوم الجمعة يعني اليوم ويوم الجمعة نعم هي المعتادة خلال الفترة هذه وتلاحظ يعني معتادة التوقيت هذا والمناطق أيضاً هذه معتادة عليها المطر خلال الفترة هذه إلى العين تقريباً بالنسبة للبحر بمناسبة للأنشطة البحرية في الساحل الشرقي وأيضاً خليج العربي درجات الحرارة تتراوح على الساحل الشرقي ما بين الثلاثين إلى الخمسة وثلاثين العظمة من مناطق التي تكون الغربية والداخلية الصحراوية فيها ارتفاع يعني توصل إلى ثنين واربعين ثلاثة واربعين ساحل الغربي بحدود الاربعين أما عندكم ساحل الشرقي في انخفاض الطفيف إلى الخمسة وثلاثين تقريباً في الهدود مع ارتفاع في نسبة الرطوبة خلال الليل البحر مناسب للأنشطة البحرية والتنزه أيضاً واللي بيطلعون بعد يستمتعون يعني بالأجواء سواء البحر أو الشواطئ مناسب الجو وإذا أحد بعد يظهر للمناطق التي متوقع فيها تشكل سحب ركامية ومنطرة بعد فترة الظهيرة بس ياخذ الحيطة والحذر ويتحملهم في الأخير المتنبأ الجوي الأستاذ جميع الضنحاني كل شكر لك وشكراً على هذه المداخلة الجميلة من مركز الوطن الأرصاد الجوية والزلازم داخلتكم في الحقيقة الدائمة لتزويدنا بأهم درجات الحرارة والمعلومات المتعلقة بدرجات الحرارة يعطيكم العافية الله يعافيك حاضرين في الخدمة بالفعل تشهد المنطقة الشرقية جواء معتدلة والله الحمد خاصة في هذا الأسبوع دائماً كامرة برنامج صباح الشرقية تجول وتجوب المنطقة الشرقية وكامرتنا اليوم موجودة أيضاً في مدينة كلباء بتغطي لنا أهم المعالم الموجودة فيها وخاصة شاطئ مدينة كلباء دعونا نتابع ونرجع لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا الشاطئ المزهر بالحقيقة بالخدمات المتنوعة إلى جانب أيضاً تواجد جميع الزوار والسياح لقضاء أوقات فراغهم بكل متعة إذا مشاهدين واتقالاً إلى دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية وسعيها في نشر منظور الثقافة والمعرفة بمختلف الوسائل لإيصالها لكافة شرائح المجتمع اليوم حديثنا سيكون عن البرامج القادمة من دائرة الثقافة ويسعدني أن تكون معنا الأستاذة شمس المزروعي مسؤول مكتب دائرة الثقافة في وادي الحلو صبحت الله بالخير السادة شمسوية مرحبا بكياناً ببرنامج صباح الشرقية صباح الخير اختي عايشة وجميع متابعي صباح الشرقية من خلف الشاشة افتقدنا في الحقيقة البرامج الثقافية والأدبية التي دائماً تنظمها دائرة الثقافة متعودية ما شاء الله سلسلة من البرامج ولله الحمد بالرغم من هذه الجائحة هناك أيضاً في برامج لكن افتراضية لكن ولله الحمد عادت هذه البرامج الأدبية الثقافية كما تعودنا عليها وبشكل أيضاً أقوى نتحدث في البداية عن أهداف دائرة الثقافة من خلال هذه البرامج دائرة الثقافة عادت أيضاً ببرامجها الأدبية التي كانت منذ بداية التحسم والحاكم حفظها الله للمجالس الأدبية في مدينتي كلبة وخور فكان كانت مع العزف ودورة في الرواية مع الاستاذة والكاتبة صالحة غابش هذا إلى جانب جلسة حوارية برلمانية في المجلس الأدبي بخور فكان إلى جانب أيضاً مدينتي ودي الحلو ودي الحسن كان أيضاً لها نصيب من هذه الفعاليات والبرامج الأدبية حتى يكون جميع أهالينا وجمهورنا في المنطقة الشرقية سواسية من حيث الفعاليات الأدبية بدأنا في الفعاليات الأدبية لو نطرق عن البرامج أيضاً الأدبية والمجالس الأدبية الموجودة أيضاً في المنطقة الشرقية هناك أيضا سلسلة من البرامج وضعتها أيضا دائرة الثقافة في المنطقة الشرقية لكل شخص حاب أن يندمج أو ينخرط في المجال الأدبي وكل شخص شغوف في المجال الأدبي نتحدث عن برامج الأدبية استاذ الشرق انطلقنا البرامج الثقافة التي هي الأدبية بحلة جديدة كانت متابعة وتوجيهات سمو الحاكم ومتابعة من الأستاذ محمد صالح السويجي مدير إدارة المنطقة الشرقية لدائرة الثقافة طبعا اللي هي البرامج في المجالس الأدبية متنوعة لكنها تصب في قالب الأدب بدأناها بعزف منفرد في المجلس الأدبي بكلباء إلى جانب دورة في الرواية قدمتها الأستاذ الكاتبة صالحة غابش على مدى يومين طبعا على اختلاف الأيام والتواريخ ثم برنامج القاصة في مجلس والي منطقة وادي الحلو إلى جانب جلسة برنامانية في مجلس الأدبي بخور فكان إلى جانب جلسة حوارية في مجال القصة في دبل حصن يعني توزعت المجالس الفعاريات الأدبية في جميع المجالس الأدبية في المنطقة الشرقية شهر أكتوبر بإذن الله تعالى تم رفع البرامج الأدبية واعتمادها من قبل الدائرة الرئيسية سيكون معنا بإذن الله تعالى معرض فني في المجلس الأدبي بكلباء إلى جانب القاصة مجال القصة والقاصة أيضا في كلباء على اختلاف الأيام والتواريخ سيكون معنا أيضا في منطقة وادي الحلو جانب من جوانب الرواية الجميلة ومناقشة لبعض محاورها هذا إلى جانب دورة الإعلام الصغير أيضا في وادي الحلو سيكون معنا في المجلس الأدبي بخور فكان دورة للشعر الفصيح يقدمها الأستاذ عبدالله الهدية على مدى يوميا بإذن الله تعالى هذا إلى جانب المعارض الفنية وإلى جانب العزف المنفرد الذي سيصاحب هذه المعارض طيب أستاذ الشمسة من هو الجمهور المستهدف؟ هل هناك من جمهور معين ممكن أيضا يدخلون في هذه الدورات والاستفادة منها أو هذه الجلسات؟ نعم الجمهورنا الآن الجمهور عامة محطين برامج بإذن الله تعالى سترى النور في المستقبل القريب هي متخصصة دوراتنا ستكون في مجال القصة في مجال الشعر بنوعيه النبطي والفصيح سيكون الفئات المستهدفة طلاب المدارس طلاب الجامعات المتذوقي الشعر المهتمين بالشعر المهتمين بالقصة المهتمين بالرواية سينقسم الجمهور المستهدفين في البرامج إن شاء الله القادمة نعم بنسبة للأطفال ممكن أيضا يأخذون نصيبهم من هذه الفعاليات أو برامج نعم سيكون لهم بإذن الله نصيب من هذه البرامج الأدبية تحدثنا عن البرامج الأدبية نتحدث عن البرامج الثقافية يعني هناك العديد من البرامج أو سلسلة من البرامج التي في الحقيقة كنا نستمتع فيها وخاصة المتعلقة بقصص الرواة ومساء ثقافي وحكايات جدتي وغيرها من البرامج الثقافية هل سترى أو ستبصر النور أيضا هذه البرامج مجددا؟ أكيد وبإذن الله تعالى إحنا جاهزين ووضعنا البرامج بفعالياتها بميزانيتها حتى نرى أن الحياة عادت بطبيعتها الأهمنة الطبيعية لندمج برامجنا مع جمهورنا الشغوف بفعالياتنا الثقافية نعم نحن جاهزين بهذه البرامج وضعنا لها ميزانياتها وضعنا لها فعالياتها لكن ننتظر التعليمات من الجهات العليا ونحن في الحقيقة حتى مستعدين لتقطية هذه الفعاليات مثل ما ذكر المخرج قبل شوي عدي أنه متواجد إن شاء الله سيكون لتقطية هذه الفعاليات حتى نحن في الحقيقة لستمتع نستفيد من هذه الفعاليات الأدبية إلى جانب الثقافية سينما الأحياء كانت مبادرة جميلة وبرنامج جميل مقبل دائرة الثقافة في المنطقة الشرقية اشتغنا لهذه السينما في الحقيقة سينما الأحياء، مساء ثقافي، صندوق الحكايات كان يستهدف الجمهور عامة كنا ندمج فئات المجتمع على صغار وكبار إذا كانت الفعالية لنصغار لا بد أن تكون في مصاحبة لها فعالية للكبار ندمج الفئات جميعها في هذه الفعاليات الثقافية هذه الفعاليات كلها جاهزة سينما الأحياء، صندوق الحكايات، مساء ثقافي، المهرجانات جميعها جاهزة لكن ننتظر التعليمات من الجهات العلية باستئناف هذه الفعاليات إن شاء الله قريبا إن شاء الله هل هناك استطلاع رأيي أستاذة شمسة بخصوص هذه البرامج التي تقدم من قبلكم؟ أكيد، أكيد، إحنا في جميع فعالياتنا الأدبية والثقافية يكون معنا استطلاع رأيي يوزع على الجمهور بصفة عامة نعم حيث أن ناخذ بالآراء جميعها من حيث البرنامج، نوعيته، ووقته يعني كل الاستطلاع والتوجيهات التي تتعلق بالبرامج الأدبية والثقافية ناخذ فيها يعني دائرة الثقافة ما شاء الله عليها وضعت أيضا خطتها لعام 2022 خطة متكاملة من برامج، من أنشطة، من فعاليات، من مبادرات لجميع المناطق والمدن التابعة لإمارة الشرقة نتحدث عن الخطة القادمة في العام القادم أيضا نعم اختي عايشة، إحنا جاهزين فيما يخص عام 2022 جاهزين بالأشهر الأولى من بداية السنة يعني وضعنا البرامج بميزانياتها، بفعالياتها، للفئات المستهدفة بها لكن ننتظر التوجيهات أيضا كما أسلفت مسبقا وننتظر عودة الحياة إلى الآمنة، إلى طبيعتها حتى يعني الجمهور لما يغوص في هذه البرامج الثقافية يكون مطمئن وآمن لخوض هذه التجارب الثقافية خلال هذه الجائحة، أستاذ شمسة، كانت هناك برامج افتراضية من قبلكم؟ لا نعم وقفت هذه البرامج لحين إن شاء الله زوال هذه الجائحة أو هذه الغضب نعم ما هو الجديد أيضا أستاذ شمسة؟ إن شاء الله ستكون هناك في مجال الأدب ستكون لدينا الصالونات الأدبية اللي رح يلتقي فيها القاص مع الراوي، مع الشعر قصة ورواية وشعر في المجالس الأدبية؟ في المجالس الأدبية نعم يعني هذه الحلة الجديدة لها أيضا يعني المجالس الأدبية تصب في الأدب تصب في الأدب وتجذب المهتمين بمجال القصص، بمجال الشعر تجعل منهم يصنعون نفس العصف الذهني نفس العصف الذهني وهم في الفعالية الأدبية إن شاء الله اللحفية، نزل الرفراف، استراحة السحب أيضا الكثير من المناطق سيكون لها نصيب من هذه البرامج الأدبية وضعتم يعني خطة للصالونات الأدبية أكيد، أكيد، أكيد سيكون لها نصيب من هذه البرامج وبالأخص الصالونات الأدبية نتحدث عن الترويج أستاذة شمسة كيف يكون الترويج من قبل كم؟ الترويج من خلال الإعلانات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الانستقرام الإعلانات القنوات جميع هذه تروج للفعاليات الأدبية والثقافية التي تقوم به دائما جميل، وكيف ممكن أيضا الجمهور أنهم يتواصلون معكم ومعرفتهم بكل ما هو جديد ومتعلق من خلال القسم الإعلامي معنا في الدائرة لا يقصرون يقدموا لنا البرامج مقدمة وجاهزة ومطبوعة لأي شهر الذي يطلبون الجمهور وهذه البرامج والفعاليات مستمرة على مدار العام، أستاذة شمسة؟ نعم، على مدار العام نعم نعم، نعم، نعم لكني كل ستة أشهر نضع البرامج ونرفعها للدائرة نعم، وكيف تشوفون ردة فعل الجمهور؟ الجمهور يسأل صحيح؟ يسأل، ويطلب دائرة الثقافة يطلب المجالس الأدبية أين سيكون المجلس الأدبي؟ والله شتكنا للفعاليات أين سيكون الفعالية الأدبية؟ نعم، الجمهور ينتظر الفعاليات الثقافية بلهفة نعم وأنا أقول للجمهور نحن جاهزين جاهزين فعالياتنا الثقافية جاهزين برامجنا لكن ننتظر عودة الحياة الآمنة الطبيعية التي تجعلكم تنجذبوا مرة ثانية ونحر في الحقيقة أيضا بالانتظار نتحدث عن البرامج القادمة اليوم الخميس هل هناك كمين فعاليات مؤكدة للأسبوع المقبل واللي بعدها نعم بإذن الله تعالى ستكون معانا الجلسة الحوارية القصصية في مدينة دبل حصن أيضا سيكون عندنا الجلسة البرنامالية نعم كانت في أيضا في مجلس دبل حصن ستكون عندنا جلسة حوارية قصصية تهتم بالقصة إن شاء الله في دبل حصن جميل ما شاء الله مهرجانات كبيرة تقدم من دائرة الثقافة وأيضا تعاون مؤسسي مجتمعي نتحدث عن الشراكة المجتمعية مع دائرة الثقافة أستاذ الشمس الشراكة طبعا الكلمة تعاون الكلمة سواء إذا كان من شعراء من كتاب من فنانين من مؤلفين من مخرجين من جمهور عامة من مؤسسات من قناة يعني من الإعلاميين لكل الحمد لله متعاون ويعني يسعى لتقديم هذه البرامج الثقافية بحلة جديدة صحيح نعم وشو الصعوبات أو التحديات اللي ممكن أيضا تواجه دائرة الثقافة مخلال نحن دائما نسعى لذائقة الجمهور الجمهور نعم دائما نسعى أن نقدم لهم الجديد صحيح الجديد والمبدع والذي يكون بحلة جديدة نعم دائما نحاول يعني قد ما نقدر أن العمل الثقافي أو حتى العمل الأدبي يطلع بصورة جديدة يعطيكم العمل يعني عشان لأنه جمهورنا شعراء كتباء نخبة مؤلفين صحيح متذوقي يعني جمهورنا مش يعني فئة واحدة حتى الأطفال حتى الأطفال يسألون يعني متى بترد البرامج الثقافية متى بيرد مساء الثقافية متى بالروح حكاية جدتي صحيح حكاية جدتي متى هاي كلها طبعا هذه كما أسلفت سابقا كلها موجودة وننتظر التعليمات من القيادة العلية طبعا بس إن شاء الله الله يرفع عن هذه الجائحة آمين قريبا إن شاء الله قريبا بإذن الله وسترى جميع برامجنا الثقافية والأدبية النور بإذن الله تعالى يعني رسالة مبشرة من الأستاذة الشمس المزروع بإذن الله تعالى عودة جميع الفعاليات وبرامج من دائرة الثقافة لجميع المناطق والمدن التابعة لإمارة الشارقة بإذن الله بإذن الله تعالى إحنا فيما يخص أيضا البرامج الأدبية برامج أكتوبر تم رفعه واعتمادها برامج نوفمبر وديسمبر هي مسودة وجاهزة يعني مكتوبة على مسودة وجاهزة نعم لكن ننتظر الأمر بتنفيذها وإن شاء الله بتكون عندنا اتصالات ولقاءات يايا لمعرفتكم ما هو جديد متعلق من دائرة الثقافة في المنطقة الشرقية الأستاذة شمس المزروعي مسؤول مكتب دائرة الثقافة في وادي الحلو كل شكر لك وشكرا على هذه الجهود المبدولة في الحقيقة للعملية الثقافية إلى جانب الأدبية في المنطقة الشرقية أعطيكم الآفية كل الشكر لكم على الاستضافة هذا وضفة أعطيكم الآفية ترجمة نانسي قنقر